موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة يديدة من برنامج استيديو الفجيرة هذا البرنامج اليومي الحواري اللي نسعد فيه بلقائكم على مدار ساعة لنقدم لكم آخر وأهم المستجدات في إمارة الفجيرة وما حولها كل عادة مشاهدينا نبتدي فقراتنا معاكم لهذه الحلقة مع أخبار دار السعادة بعدها نروح معاكم لفقرة ترند في دار السعادة نلقي الضوء على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أما في فقرة حديث الفجيرة رح نتعرف على تفاصيل طولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك في نسختها الحادية عشر وأسرار عالم الصيد وأشهر أنواع الأسماك في إمارة الفجيرة في فقرة متميزون رح يكون لنا وقفة مع رائدة أعمال ملهمة استطاعت بجدارتها أن تنضم إلى عالم ريادة الأعمال مثل ما عودناكم مشاهدينا نحن في انتظار تفاعلاتكم وأيضا آراءكم في مواضعنا المختلفة وفقراتنا المتنوعة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بتلفزيون الليف جيرة عبر هاشتاغ استيديو الليف جيرة لكن الحين خلنا نروح معاكم ونتعرف على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة أقامت حلبة أم القيوين بطولة شارة الكت يوم الجمعة الماضي واللي شارك فيها أكثر من خمسين متسابق من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وشاهدت حضورا جماهيريا غفيرا في مدرجات حلبة أم القيوين مزيد من التفاصيل المشاهدين عن هذه البطولة المميزة قلنا نرحب معكم عبر الهاتف مباشرة بالأستاذ سعيد البدواوي بطل رياضة الاستعراض الحر مساك الله بالخير أستاذ سعيد مساك الله بالنور والسرور حياك الله أستاذ بداية نتحدث عن مشاركتكم في بطولة شارة الكت والتي أقيمت في حلبة أم القيوين يوم الجمعة الماضي أولا أحب أشكر تليزيون كنت تليزيون على الدعم الإعلامي تقدموه مختلف المدالات وخاصة المدالات لأننا نحن مدارات بادي الشيارات أسلام أما بالنسبة للشيارة نحن شباب نجمع دائما في أماكن مختلفة نحطي آرانا ونحطي أفكارنا في يوم الهيان حطينا فكرة أننا نسوي شارة ونحطينا الحلبة ونحطينا الحلبة المناسبة اللي هي الحلبة اللي تعلمنا فيها اللي حلبنا فيها وهي حلبة الملجوين فتواصلت بالمالكي أبو صدر صاحب الجلب الكبير أرجونا تحية من هذا المنبر وفعلنا الحمد لله حصلنا على الموافقة وتمت الفعالية بنجاحه الحمد لله الحمد لله يعني أستاذ سعيد أيضا لو نتعرف على العروض اللي قدمها المتسابقون وكيف كانت المنافسة بينهم والله المنافسة دائما دائما المنافسة خاصة بين الأبطال منافسة شريفة وشركة العروض كانت يعني من الآخر ماشاء الله نعم هي كانت بطولة استعراض حر وحضر جماهير جماهير غفيرة يعني حق المدرجات انتلعت من الآخر بدرجة أن بعض الجماهير قلف السور يعني ما كفنهم المدرجات ماشاء الله من كثر ما كان عددهم كبير يعني ماشاء الله هذا الحضور الجماهير الكبير اللي شهدتها هذه الفعالية المتميزة لأي مدى يساهم في نجاح هذه البطولة الجمهور هو العامل الأول في نجاح أي بطولة وأي فعالية في كل مكان في كل منافسة فالجمهور عدنا احنا يعني نتخيلي الإشارة هاي قبل نعلن عنها بيوم ووصل عدد المصادقين عدنا بس نجرد الكلام تقريبا 30-32 نجرد ما عللنا عنها بساعات وصل 50 ماشاء الله نتوقف التسبيل على أساس ما يجيب العدد وما نقدر نخلص في الفعالية ذلك الفترة المحددة لهم صحيح فالجمهور كان قبل الفعالية يمكن في ساعة الدرجات خلاص نحبهم لهاي الرياضة يعطيكم العافية كيد أستاذ سعيد ومنعكم كل التوفيق في كل البطولات وأيضا المنافسات الأستاذ سعيد البدواوي بطل رياضة الاستعراض الحر شكرا لكم يعطيك العافية نقدم شكر عفوان نقدم شكر للشيخ مروان راسد بن العلى على هذه الحلبة التي تسعدنا صراحة جميعا شكر لفيصل المالكي أبو صدر شكر شكر لكم المنظمين في الحلبة الذين يساعدونها ودائما يساعدونها ودائما وابقين معنا وإحنا طلعنا أصلا من هذه الحلبة يعني أغلبية المتصابقين هنا في دولة اليمارات وهم من هذه الحلبة سواء براق ريس يعطيكم العافية كل التوفيق حياة كلا مشاهدينا بالدعم من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي أطلقته وزارة الثقافة وفي إطار المنحة المخصصة للإبداع والإنتاج ضمن فئة الفنون الأدائية والمسرح تم تقديم العرض الأول لمسرحية مسد على خشبة مسرح مركز الفجيرة الإبداعي مزيد من التفاصيل عن هذا العرض المسرحي خلينا نشوفها معاكم في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ضمن برنامج المنح الثقافة والإبداع عرض اليوم على مسرح مركز الفجيرة الثقافي عمل مسرحي تحت عنوان مسرحية المسد للمفنان المخرج الإماراتي أحمد الضنحاني الفائزين عندنا ضمن الدورة الأولى لبرنامج المنح الذي ترعاهم وتقدمه وزارة الثقافة هذا عمل مميز بنخطبة من الممثلين المواطنين من إمارة الفجيرة ويجسد هذا العمل التوليف الحقي لبعض الأمور والمكنونات الثقافية وكذلك من الأعمال المتميزة بإذن الله هذا وسيعرض العمل كذلك على باقي مسارح الدولة في المرافز الثقافية هذا وندعوه من منبر التلفزيون الفجيرة اليوم باقي الأخوان والأخوات للمشاركة في برنامج المنح لما فيه مفرص ثقافية قادمة لهم بإذن الله تحت شعار مكتباتنا الماضي الحاضر والمستقبل تنظم مكتبة محمد براشد فعالية الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 20-24 الحدث الأبرز على مستوى المؤتمرات وأيضا الفعاليات المحلية والدولية في قطاع المكتبات ويستقطب هذا المؤتمر الذي يقام في الفترة ما بين 15-17 نوفمبر الجاري نخب من المتخصصين المهنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم اللي تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث الممارسات في قطاع المكتبات والمعلومات بزيد من التفاصيل المشاهدين عن هذه الدورة الأولى يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ إبراهيمي الهاشمي عظم جلس إدارة مكتبة محمد بن راشد مساك الله بالخير أستاذ مساك الله بالخير والسرور يا مرحبا يا حياك الله أستاذ بداية مكتبة محمد بن راشد تنظم الدورة الأولى من مؤتمر الدبي الدولي للمكتبات لعام 20-24 لو تخبرنا عن أهمية وأهداف هذا المؤتمر يعني المؤتمر بشكل عام أهمية أنطلق أن تشكيل يعني الهدف تشكيل منصة رائدة للتعزيز المكان المحلية والأقليمية والدولية للمكتبة كمركز ريادي للمعرفة والثقافة على مستوى العالم والوطن الحربي من جهة أخرى تفليط الضوء على الجهود التي تخدمها المكتبة في تطوير قطاع المكتبات ودعم المعرفة عربيا وعالميا مع المستهنة في تحويل دبي إلى مركز يعني عالمي يستقطع الخبراء والتنين في مجال المكتبات من مختلف دول العالم جانبا من جانب آخر أيضا هي تأكيد للتزام المكتبة برسالة نشر المعرفة وتشجيع البحث والابتكار والانتاج الأدبي والعلمي والفكر تحديد العلاقة مع الشركاء الآخرين محليين ودوليين وتبادل الأفكار وتقديم أفضل الممارسات لبناء مستقبل مستدام للمكتبة حقيقة يعطيكم العافية أستاذ لكن لو نتحدث عن عدد دول مشاركة في هذا المؤتمر ومن هم أيضا المتحدثين فيه عدد دول المشاركة توصل تقريبا 25 دولة بيكون هناك أكثر من 60 متحدث من حول الحالة ما شاء الله يعني نرجع أستاذ لموضوع المحاور الرئيسية التي سوف يتم التركيز عليها وأيضا مناقشتها في هذه الدورة الأولى من المؤتمر المحاور تقريبا يمكن أكثر من 11 محور هي بتناول دور الذكاء الاصطناعي في تحول طبيعة المكتبات في الحالم مناقشة المكتبات الأيقونية المجموعات المكتبية الخاصة مثلا دور المخطوطات التاريخية النادرة وأهميتها في حالم المكتبات اليوم تطور مختلف جوانب المعرفة في الحالم ما الذي ينتظر المكتبات في المستقبل هذا أحد المحاور المكتبات في ظل التحول الرقمي اللي يجتاح كل القطاعات أيضا يكون دور المكتبات بعد مناقشة تاريخ فن الخق الطباع المستدامة أدب الطفل وأهمية إدراجه في المكتبات العامة موضوع من المجموعات الخاصة من المكتبات الشهيرة وأخيراً يتناول أحد المحاور المهارات اللازمة لؤمناء مكتبات المستقبل رائع يعني أستاذ إلى جانب هذه المحاور والمواضيع ما هي أيضاً الفعاليات والبرامج اللي يضمنها مؤتمر دبي الدولي للمكتبات يكون هناك أكثر من 25 جلسة نقاشية وحوارية وشعب ورش عمل بالجانب إلى العديد من الندوات والمحاضرات اللي بتناقش جميع النقاط الخاصة في عمل المكتبات العامة وما ينتظرها في المستقبل من تغييرات جزرية سواء كانت في طبيعة المكتبة في مقتنيات المكتبة دور المكتبة هل هي فقط مكتبة أو هي مركز معرفة أو هي كان لنشر الكتاب هل هي منبر يعني بتناقش كل الأدوار اللي تنتظر المستقبل من جانب المكتبات إن شاء الله يعطيكم العافية أكيد أستاذ إبراهيم على إبراز أهمية ودور أيضاً المكتبات كل الشكر لك الأستاذ إبراهيم الهاشمي عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد شكراً ويعطيك العافية شكراً جزيلاً لكم الشكر العافو حياك الله وشاهدين في حضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس إستحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إنعقد اليوم في إمارة عجمان المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن استضافة الإمارة لبطولتي كأس آسيا لبناء الأجسام عشرين خمسة وعشرين وبطولة العالم لبناء الأجسام عشرين ستة وعشرين مزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر خلينا نشوفه معكم في هذا التقرير ونشكر كأكومة عجمان على رعايتها لهذه البطولة وحصول الموافقة عليها هنا في تصطيفها لدوة الإمارات وفي إمارة عجمان حدث مثل هذا حدث كبير وفرصة كبيرة لا تعوض بالنسبة للتحاد الإمارات بناء الأجسام أنك تستطيف بطولة عالم في سنتين بطولة عالم بطولة آسيا في سنتين متتالية هذا حدث جدا مميز نحن كالتحاد الإمارات بناء الأجسام كذلك نستعد لهذه البطولات عادة نشارك فيها تحاد دوليا وخليجيا حاليا البطولة وصلت لدينا هنا لين دولتنا فبلا شك مؤتمر مثل المؤتمر وعلى مثل الإعلان يضيف إضافة للغياضة والغياضيين وخبر مهم جدا لجميع اللعبة إن شاء الله بيكون عندنا تركيز تركيز على الخامات وعلى الأعداد بحيث يكون أفضل خام وأفضل عدن إن شاء الله نشارك فيه نظمت مؤسسة لفجيرا للموارد الطبيعية وورشة عمل لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي تنتهجها المؤسسة وذلك في سبيل تعزيز الحلول المستدامة في قطاع التعدين حيث حضر الورشة عدد من المسؤولين والمعنيين أيضا في قطاع التعدين والعاملين في المنشآت التعدينية شاهدين الحديث أكثر عن هذه الورشة يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة المهندس أمير حيدر رئيس قسم المشاريع في مؤسسة لفجيرا للموارد الطبيعية مساك الله بالخير استاذ مساكم الله بالنور بالسرور يا محبابكم حياك الله استاذ بداية لو نتحدث عن تفاصيل هذه الورشة التي قدمتها لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب أيضا الناجحة التي تنتهجها مؤسسة لفجيرا للموارد الطبيعية بالتحديد في قطاع التعدين نعم طبعا نحن تشكيطا لتوجيهات دولة الإمارات العربية في تمديد عام الاستدامة لليش من العام 2024 وبمتابعة حديثة من قبل ساعات المهندس علي قاسم ودير عام نصر جاء الموارد الطبيعية بالتشكيل خريق خاص في الاستدامة على مستوى المؤسسي حيث كانت لنا فرصة من خلال ملتقة الدولي للتعدين التاسع باطلاق هذه الورشة التي تتكلم عن الاستدامة في قطاع التعدين حيث برجت هذه الورشة عن أبرز المحاور الأشاطية للاستدامة اللي هي المحور البيئي والمحور الاقتصادي بالأضافة إلى المحور الاجتماعي كما تم ذكر عن أبرز التقنيات الحديثة اللي هي المستخدمة في قطاع التعدين والتي تشمل الاستدامة نفس أنظمة أعادة تدوير المخلفات بالأضافة إلى أنظمة الطاقة البديلة كان هناك حضور كبير للخضراء وأصحاب المنشئات التعدينية بالأضافة إلى بعض الموظفين وطلبة الجامعات يعطيكم العافية أيضاً أستاذ إلى جانب هذه المحاورة المواضيع التي تم مناقشتها في هذه الورشة أيضاً استعرضتم نماذج ناجحة لأبرز مبادرات مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية وتم تسليط الضوء أيضاً على معايير التفوق المؤسسة بيئياً وتنموياً في مجال الاستدامة ما لو تحدثنا عن هذا الجانب؟ نعم بالضبط كان هناك عدة نماذج تم طرحها من خلال هذه الورشة كانت هناك نماذج ناجحة على المستوى الداخلي للمؤسسة أبرزها كانت هناك عدة مبادرات مثل مبادرة غرشة التي تستهدف الحج من استخدام النفايات البلاستيكية والعبوات البلاستيكية وتجميعها بالأضافة إلى أرسالها إلى شركات مخصصة لأعادة تدويها بالأضافة إلى ذلك كان هناك عندنا المباني الذكية التي انشأتها المؤسسة خلال العامين الماضيين وهي المباني تعتبر صديقة للبيئة وتصنف من ضمن المباني الخضراء كما تم الحديث على المستوى الخارجي من ناحية المنشاة السعادينية من خلال أبرز التقنيات التي استخدمتها هذه المنشاة السعادينية بإشراق مباشر من قبل المؤسسسة الجراء الموارد الطبيعي ما شاء الله إليكم يعني أستاذ أكيد هذا النجاح لم يأتي من فراغ يعني هو من تنمية كفاءات وأيضا قدرات الكوارد البشرية لو نتحدث عن هذا الموضوع وأيضا كيف يتم تشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة لتحسين استخدام الموارد طبعا بشكل مختصر من خلال الكوادر البشرية أطلقت مؤسسة الجراء الموارد الطبيعية في هذه العام جائزة الجراء لأفضل الممارسات السعادينية المستدامة هذه تعتبر منصة في حد ذاتها للكوادر البشرية سواء كانت داقليا أو سواء كانت خارجيا على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي هذه الجائزة كرمت أبرز الممارسات السعادينية المستدامة في جميع القطاعات سواء كانت على مجال البحوث سواء كانت على المجال التقنيات الحديثة التي تستخدم أو تخدم قطاع السعادين أو كانت تجارب ناجحة لبعض الأشخاص الفرديين وليس في الشركات فكانت منصة بفكرة جديدة خلال عام الاستدامة باقينا إقبال كبير من أغلب المشاركين وكانت ناجحة وحظيت على أمل أن تستمر لسنوات القادمة بمزيد من النجاحات ومزيد من الأرخاص والابتكارات الجديدة إن شاء الله كل التوفيق أكيد أستاذ أمير وانتمنى لكم أيضا مزيد من التقدم والنجاح كل الشكر لك المهندس أمير حيدر رئيس قسم المشاريع في مؤسسة لفجيرة للموارد الطبيعية شكرا ويعطيك العافية يا مرحبا شكرا لكم شكرا لكم حياك الله العفو مشاهدين على هامش مشاركة هيئة لفجيرة للثقافة والإعلام في معرض الشارق الدولي للكتاب 20-24 والذي جاء تحت شعارها كذا نبدأ أطلقت الهيئة كتابي لفجيرة وتراثها البحري وكتاب بقايا وجوه حيث يصلت كتاب لفجيرة وتراثها البحري الضوء على التاريخ البحري الغني لإمارة لفجيرة وتميزه فيما يتناول كتاب بقايا وجوه قصصا واقعية لأهالي إمارة لفجيرة مزيد من التفاصيل خلينا نتابعها معكم في هذا التقرير حقيقة اليوم نحتفي بكتاب تراث الفجيرة البحري وطرق الصيد وآدواته هذا الكتاب بالاشتراك والتعاون مع دكتور مصطفى الهفرة الله يرحمه ويغفر له يا ربك لجهود حقيقة كبيرة في هذا الكتاب وكنا نتمنى أن نرى هذا الرجل اليوم معنا في هذه الاحتفالية ولكن قدر الله ما شاء فعل هذا الكتاب صلتنا الضوء فيه على الأسماك وطرق الصيد وأدواته طبعا بالأكيد هناك جزء ثاني لهذا الكتاب ولكن في هذا الكتاب ركزنا على مسميات الأسماك المحلية في الفجيرة والساحل الشرقي أضرب لك مثال اليوم متعارف في دولة الإمارات بسمكة الشعري تسمى الشعري ولكن في بعض المناطق مثل دبة تسمى حراش فهناك بعض المفردات وبعض الأسماء المحلية التي تخص الفجيرة والساحل الشرقي لذا وثقنا من خلال زياراتنا عند كبار السن وكبار المواطنين من الفجيرة إلى دبة وسجلنا هذه المسميات سجلنا أنواع القوارب الخشبية سجلنا بعض الأشعار سجلنا الأمثال الشعبية سجلنا للغاز الشعبية المحامل الأدوات الشعبية المستخدمة في البحر مثل الألياخ وأنواع الألياخ اللي هي شباك الصيد وإلى آخره من هذه وثقنا لتراث الفجيرة البحري جزء كبير حقيقة ونتمنى أن ينال هذا الكتاب عجاب القارئ وأنتمنى أن يكون أرشيف لإمارتنا الحبيبة إمارة الفجيرة أحب القصص أحب قص القصص لكي يستفيد منها الآخرين لا نعلم ربما القصص هذه تصل إلى أجيال وأجيال أخرى ويرون المجتمع كيف كان وكيف القصص كانت تحكى وكيف كانت تروى وتكتب في زمن ما وهم في زمن مختلف أنا من دبة الفجيرة فهي الكتابات طبيعية تكون من مجتمعي من حوالي وفي قصة أيضا كتبتها عن خالي خالي أنا لم أره لم أحضر كانت حتى أمي رحمة الله عليها طفلة ولكن كانت تعي كان يقص عليها القصة والدها الله يرحمه جدي فنقلت هذه القصة لي أنا العبرة أنه كان شاب صغير وكذا وحاولي غامر يبيع أشياء اللي صنعها هو وقطفها قطاف والثمار وكذا وراح يبيعها لمنطقة أخرى ولكن جش المطر وأخذوا مع السيل وغرقوا وكذا وانتهى ولكن بالنهاية وجدوا صرته اللي هي العمامة مربوطة في أحد الأجار وفيها عملتين نقديتين بكى أبو طبعا من هذا الموقف أنا بكيت من هذا الموقف لأنه ترك أثره الخلقي وترك أثره حتى المادي اللي كان يسعى خلفه عشان يساعد أبوه في الحياة والحين مشاهدين رح ننتقل وياكم عشان نتعرف على تفاصيل فقر الترنت في دار السعادة حياكم الله معنا الخمسين واللي تقام في الثاني من ديسمبر لعام عشرين أربعة وعشرين احتفاء احتفاء باللحظة التأسيسية اللي توحدت فيها الإمارات السبعة تحت راية دولة واحدة في الثاني من ديسمبر لعام ألف وتسعمية واحد وسبعين ميلادي أثار هذا الخبر إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق حمدان عاش اتحاد إماراتنا كما أيضا علق فرج دام عزك يا إمارات أما مشاهدين عن خبرنا الثاني أعطى صمو الشيخ حمدان بن محمد براشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إشارة البدء لتنفيذ أول محطة للتكسي الجوي التي ستكون بالقرب من مطار دبي الدولي المحطة أقيمت على مساحة 3100 متر ومن المتوقع انتشد 42 ألف رحلة سنويا يستفيد منها 170 ألف راكب سنويا تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر حيث علق علي لا وجود لكلمة المستحيل الله يوفقكم كما علق بدر أيضا على هذا الخبر عمارية دبي أما مشاهدين عن خبرنا الثالث والأخير كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة التقس في الدولة خلال الأيام القادمة حيث سيكون التقس غائما جزئيا وغائما أحيانا وتظهر الصحب شرقا وشمالا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة وانخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباح الأربعاء والخميس والجمعة تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر حيث علق حبد الله أساه أمطار خير وبركة عليكم وأيضا علق الفلاسي على هذا الخبر هي هاي الأخبار الحلوة شاهدين كانت هذه أخبارنا في فقرة ترنج في دار السعادة تقدروا تقترحون المواضيع اللي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاق استيديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي اتابع تلفزيون الفجيرة لكن الحين رح نروح لفاصل قصير نرجع نكمل معاكم مشوارنا وفقراتنا في برنامج استيديو الفجيرة انتظرونا حياكم الله معانا مشاهدينا من يديد وما زلنا مكملين وياكم فقراتنا المناوعة في برنامج استيديو الفجيرة حين نروح معاكم لفقرة متميزون ضيفتنا لليوم هي شخصية ملهمة تحمل رؤى واسعة وطموح لا يعرف الحدود خطط بثقة نحو أحلامها وأيضا حولت التحديات إلى فرص تضيء درب النجاح بروح تتسم بالإبداع والعزيمة تتجاوز المستحيل وألهمت أيضا من حولها وأعادت تعريف معاني الطموح والريادة تارك بصمة لا تنسى في عالم ريادة الأعمال رحبوا معنا مشاهدينا في بقرة متميزون في رادة الأعمال المتميزة الأستاذة مريم سيمبة أستاذة شاء الله بالخير أستاذة وحياة شاء الله مساكم الله بالخير والسرور شكرا على استضافة العرف نورتنا بهذه الإطلالة الجميلة وهذه الطاقة الإيجابية بدأتني أستاذة مريم لماذا اخترتي عالم ريادة الأعمال وكيف كانت بدايتك في هذا المجال الصراحة بدايتي كانت في سفراتي السنوية مع الأهل والأقارب فهذا الشي كنت يوم أسير وأسافر كنت أيب صوغة حق ربيعاتي فمن الصوغة استويت مريم يبينها 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 فمنهم كانوا يتفعوا لي فمنهم كانوا يقولوا لا أخذي البيزات التي تبقت ويبقى لي مثلا أمي خمسين مئتين ساعاتي يعني كذا واحدة طلب مني يستوي يعني مبلغ معين فمع الأيام يعني شفت المستحضر اللي دائما يطلبونه مني فيبطت منهم كذا منتج فقلت يلا خليني أبدأ يعني فبديت والحمد الله والحمد الله والحمد الله يعني لقى يعني طلب على المنتجات الحمد الله الحمد الله يعني ما شاء الله استاذة مريم كونت رائدة أعمال ناجحة ما تتشوفين اللحظة اللي تقدرين تاخذين فيها نقول قرار أو خطوة جريئة أو غير متوقعة في هذا المجال شوفي انتي كلتي رائد أعمال فرائد الأعمال لازم يكون عنده بعد نظر هال بعد النظر والحس الداخلي يكون عند كل رائد أعمال فأنتي ما تتريين اللحظة أنتي تسويين اللحظة فيومتيت هالظروف اللي حواليت والفرص لازم تنتهزينها رواد الأعمال عبارة عن فكرة عبارة عن فرصة وسرعة الحركة والتصرف فأنتي تنتهزين هالفرصة وتحاولين تتميزين فيها فعلا هذا ما يتريأ أو يخاف من هذا الشيء بالحكس لازم يكون عنده جرأة جرأة سرعة البديهة وسرعة أيضا اتخاذ القرارات لكل مننا أستاذة مريم دائما يقول أشخاص تأثر في حياتنا أكثر شخص أثر في حياتك في مجال ريادة الأعمال أو عطات نصيحة أثرت عليك أول شخص في حياتي أمي الله يرحمها الله يرحمها ثاني شخص في حياتي أختي حليمة أختي حليمة سينبا معي في هذا المجال وهي مشجعي الأول بالأخير ما شاء الله يعني هي دائما معاتش في كل خطوة تشجعتش رائع أن يكون هناك أشخاص يدعمون يحفزون خاصة في هذه المجالات اللي تحتاج دائما إلى المجازفة تحتاج دائما إلى الطاقة الإيجابية عشان يقدر رائد الأعمال أن يستمر في هذا المجال نقول اللحظة اللي بالفعل يعني أول مشروع اللي كان نقطة تحول في حياة رائدة الأعمال مريم سينبا النقطة هي بدء شراكة مع المنتج مع الشركة الأم السرت والحمد لله الله وفقني والله وفقني في الأول والأخير الصراحة أني بكوني أماراتية رحبوا فيني أول ما عرفوا أني أنا أماراتية استقبلوني وما ترددوا أن أكون الوكيل والموزع الحصري لهم في الإمارات الحمد لله هذه كانت هي نقطة تحول في حياتك وفي مجال أيضا ريادة الأعمال نحن نتحدث أيضا عن قيادة الفريق استاذة مريم تحتاج لبعض الصفات والصفات أيضا وتحتاج إلى دور من أكيد قائد هذا الفريق عشان يحقق الأهداف المشتركة عن طريق التجيع والتحفيز كيف تقومين بهذا الدور أو بهذه المهام الدور الأول والأساسي فقط التوجيه وثانيا مشاركتهم الكتيم طبعا الرأي الأول الأخير لي أنا طبعا يعني في تخذ القرار الحاسم الحاسم الصراحة لكن التوجيه الأساسي ثانيا الاحترام الإنسانية في التعامل وما نحسس أنه يعني ما أحب أحسسه من أنا يعني في الواجهة كل مرة حد يطلع في الواجهة بس أحب أحبت أنوه نقطة بالأول والأخير أن أنا مهما سمعت أراء الآخرين في النهاية الرأى دعمال صاحب العمل هو اللي يتخذ القرار لأنه يكون عنده فكرة وتوجه يعني وهو الإنسان الوحيد اللي يقدر يقرر القرار النهائي فعلا ويتحمل مسؤولية هذا القرار في النهاية صحيح رح يكون هناك تحمل كبير من نفع بالتالي لأن نفس ما ذكرتي هو صاحب العمل هو القائد يجب أنه يسمع المشورة وأيضا أراء الآخرين لكن اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية رح يكون شي راجع له لو توصفين هذه الرحلة الناجحة أو الرحلة المميزة استاذا اليوم في كلمات بسيطة شو تقولين أو كيف توصفينها المتابرة الاستمرار التعاون التعامل بالعمل بروح المرح في نفس الوقت الاستمرارية الاستمرارية والاستمرارية صحيح لازم يكون هناك نقول حب للمجال اللي الشخص فيه يكون هناك شغف هناك طاقة إيجابية تعطي أكيد الدافع والتحفيز أنه يستمر أكبر تحدي أستاذة مريم حسيتي أنه واجهت من بداية لين الحين أكبر شي نقول كان صعب مر عليك اروح المنافسة لكن هاي المنافسة أنا ما خذيتها كتحدي خذيتها كنقطة انطلاق فكرت شو اللي بيمكن يخليني أتميز عن غيري فهاي كان نقطة انطلاق لي كانت منافسة شوفي البراندات العالمية بدون ذكر أسماء لها منافسة قوية حد طلع منتج المنتجات الثانية تطلع مني ونفس الأثيم فيعني أنا كرائدة أعمال وصالي في المجال الحمد لله هاي ثالث سنة فأنا أقول ها معناته أن أنا في الطريق الصحيح هذا التحدي نقطة انطلاق لي صحيح يعني تشوفين المنافسة أو تشوفين سوق العمل وشو يسوون المنافسين شي مهم كيف يقدر يستفيد رائد الأعمال اليوم أستاذة مريم من وجهة نظر في هذا المجال وهذه الخبرة من موضوع المنافسة مع الشركاء الآخرين أن يطور من عمله ويطور من نفسه أهم شي إذا تشفتي عندش منافس تسوين كلابوريشن معه ما تاخذين منافس تخذين النقطة تقولي أنا بتحدى أو شي لا لازم تسوين كلابوريشن وهذا رائد الأعمال في المجال اليديد في أي رائد أعمال لازم يعني يفكر بالطريقة كيف ممكن أنا أنطلق النقطة الأقطة هالنقطة حسيتها مثل تحدي منافسة ليش ما أفكر أن أنا أسوي كلابوريشن بطريقة معينة أو تعاون بطريقة معينة يخلي أنه منتجي أو أفكاري تطلع الأمام حين مو مثل قبل يعني لا رواد الأعمال واللي طالعين الحين تفكيرنا صار غير صحيح مختلف ولو لاحظني السوشال ميديا بعد وعندنا الرواد الأعمال في السوشال ميديا كلهم بتلاحظينهم إذا عندهم نقطة تحدي بيسوينها نقطة تعاون ما حد بيقفلش في النقطة نفسها عشان شي دائما قلت استمرارية والشغف مع بعض صحيح يعني بدون ما يكون فقط هناك منافسة يكون هناك تعاون بالتالي كل رائد أعمال يقدر يطور من نفسها وين النقطة أو المهارة استاذة مريمي اللي تشوفين اليوم نفسها تحب تطورينها بشكل كبير وليش شوفي أنا إذا بعطيت سيرتي ذاتية أنا ما شاء الله داشت هذه التخصصات ما شاء الله عندي في المحاسبة في البيزيس أدمن وعندي في الهيوم الرسورس وأنا حين مجال عملي في التعلم والتطوير فأنا محمد الله في مجالي هذا من خمس سنوات في التعلم والتطوير فطبعا بطور السلوكي والقيادي لكن أنا في دخولي المجال يمكن نقدر بداية أدخل في العالمية ففن التفاوض والإقناع لازم مع اختلاف البلدان والمصانع اللي أنا حين يسأت أتفاوض مع اختلاف ثقافتهم ولغتهم لازم أطور هالفن هالمهارة ويد مهمة التواصل هالي تقنعين الطرف الآخر التفاوض التفاوض صحيح يعني رائع أنه يتميز فيها أكيد رائد الأعمال عشان يقدر استاذة مريم في ناس ما قلت في ظل هذا التطور التقنيات الحديث الذكاء الاصطناعي أنه يوصل فكرته بكل سلاسة وبكل أيضا وضوح هل هناك شخصية ملهمة في مجال ريادة الأعمال سواء في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات حابة تقضي معاها نقول يوم كامل حابة تتعلمين منهم أكثر وتشوفينهم قدوة لتش الصراحة مو في شخصية وحدة شخصيتين وانا حابة فعلا يعني أقضي وقت معاهم أولا صاحب السمو سيدي محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحف وأبا أكون مع محمد بن راشد الله يحفظهم آمين يا رب أبا أتشوفهم وأتلاقى معاهم أنا متأكدة حتى ولو لحظة منهم راح يعني تكون لحظة ملهمة لطول عمر صحيح يعني ما شاء الله لتش اخترتي شخصيات رائدة شخصيات قدوة يعني مش فقط لرائد الأعمال أو في أي مجال هي قدوة لنا جميعا كبار وأكيد صغار طيب أستاذة مريم أكبر حلم حابة تحقيقين في هذا المجال أو وينك ها تشوفين نفسك مستقبلا الصراحة أتشوف عمري أن أوصل العالميا وأسوي لأن أنا مجال عملي أن حتى أسوي العلامة التجارية وفي نفس الوقت أدعم صاحبات الأعمال الإماراتيات وحتى المقيمين في الدولة أن يسوين براندهم بالخاص فأنا أحاب أن أدعمهم في هذه المشاريع وأساعدهم أن حتى الشخص حتى لو عندنا رأس مال بسيط أن يقدر يبدأ مشروع وأنا في نفس الوقت أبا أحاب أوسع هذا المجال ليس فقط في الإمارات في دول الخليج الحمد لله بدين الحمد لله ولكن أنا أبا أوسع حتى العالمية يعني تبقى يصير براند عالمي نعم هل من السهل اليوم في ظل التنافس في ظل تواجد الماركات والبرندات العالمية أستاذة مريم أن الشخص يوصل في فترات قصيرة يعني تشوفين البعض ممكن ما يكون عندهم صبر أن يصبرون فتشوفين خلاص يكتفي فقط بالشيء أن يكون على الصيد المحلي أو العربي لكن أنت تشوفين ما شاء الله أن الطموح قد يصل عالميا شو المقاومات التي قد توصل رائد الأعمال بالفعل إلى العالمية تشوفي أولا التوافق من رب العالمين ثانيا الواحد يحس أن تشوف أن أول وشو قلت لك انتهاز الفرص والسرعة نحن الآن كرواد أعمال أول ما نشوف فرصة أول ما نشوف تحدي شو قلنا قلنا ندارك الأمر لنسوي كلاب ريشن ونطلع فالفرصة اللي خلتني أن أنا أطلع الحمد لله كانت هالسنة مشاركتي المشاركة الثانية في معرض الجمال في المركز التجاري وكنت الصراحة هالسنة أول إماراتية الإماراتية الوحيدة المشاركة في المعرض هذا وهذا أميزني من بينهم كلهم وثاني نقطة نحن كنا من ضمن المشاركين اللي داخلين في مجال الصناعة المستحضرات التجميل ما شاء الله فهذا كان تحدي وهاي كانت بنسبة لنا تحدي وفرصة وانطلاقة في نفس الوقت لننطلع في نفس الوقت والحمد لله حصلنا دعم يعني من الإماراتيين والمقيمين وكنا يعني مثل يقولتش يعني يوم يقولتش يعني مكان جاذب يعني معنا الحمد لله كان البوث بسيط وعادي لكن كان يعني كان نقطة تميز تميز فعلا شي ميزكم طيب المعارضة الثانية أو المشاركات الأخرى أستاذة مريم اللي شاركتي فيها لتثبتين جدارتش في مجال ريادة الأعمال وكان لها أيضا أثر كبير عليك أنا الصراحة كنت وايد كيف ما يقول أتنقى لأن أنا أبا أوصل لمستو معين فأنا كمشاركاتي كانت كدعم للإماراتيات ورائدات الأعمال ومشاركت في عدة ملتقيات في الدولة بعد لكن أكثر مشاركة لما يزيتني ملتقة اللي صار من الشهر نوفمبر وفي نفس الوقت المعرض التجاري العالمي فما أشارك وايد لكن يوم أشارك أثبت وجودي رائع أو الدورين أستاذ مريم المشاركة المميزة نعم سواء كان معرض أو ملتقة نشاط أو فعالية شيء بالفعل تبرزين نفسك فيه نعم في البداية أستاذ مريم ذكرتي أن كونة شمراء إماراتية هذا سهل عليك الشراكة مع الشركات الأخرى بالتالي كيف ترين دور المرأة الإماراتية في هذا الوقت في مجال ريادة الأعمال الصراحة الحمد لله كوني إماراتية وأشكر ولاة أمري وشيوخنا لأنهم سهلوا علينا كل شيء الحمد لله الحمد لله أني يوم أنا مثلا أتواصل أو أطرش إيميل وأقول لهم وطرشهم بروفايل أن مثلا أنا عندي هذه الشركة وأنا مثلا عندي هالمنتج وأقدر أشارك في سواء مشاركات عالمية أو شيء أتلقى القبول والرد السريع من المؤسسات الثانية وأنا متأكدة مو بأنا الوحيدة إلا أنا مستانسة وفرحاني أن نحن نقدر ندخل في هذا المجال فكان الشيء الأول والأخير هذا ما كان تحدي لنا بالعكس هاي فرصة تنافسية تخلينا أن ننطلق للأحسن ونوصل للعالمية وثانيا الرد ولو جميل شيء بسيط لدولتنا صحيح كل التوفيق أكيد لك أستاذة مريم في هذا المجال ما شاء الله عليك بالفعل أنجي نموذج للمرأة الإماراتية الناجحة في مجال ريادة الأعمال رسائلت ونصايحتك اليوم أكيد وصلت لك الإمرأة إماراتية حابة تخوض في هذا المجال بكل نجاح وبكل ثقة وعزيمة كل الشكر لك رائدة الأعمال الإماراتية المتميزة أستاذة مريم سينبا شكرا ويطيك العافية كل الشكر نورت لنا حياة شاء الله حياة وشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معكم ما تبقى من مشوارنا خلكم قريب حياكم الله معنا وشاهدينا من يديد وما زلنا مكملين وياكم فقرات برنامج استيديو الفجيرة والحي مرح معاكم لفقرتنا الختامية حديث الفجيرة وشاهدينا نجاح كبير حققته بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك في نسختها الحادية عشر وليقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليعاية الفجيرة حفظه الله حيث شهدت البطولة منافسات بالفعل قوية ما بين المتسابقين من مختلف الجنسيات تفاصيل أكثر عن هذه البطولة أسرار عالم الصيد وأبرز الأسماك التي تشتهر فيها مياه إمارة الفجيرة والأسباب أيضا التي تجعل إمارة الفجيرة ووجها مميزة وتجربة فريدة للصيد البحري مع ضيفنا في فقرة حديث الفجيرة أنه أخذ الأستاذ ناصر خلفان الكندي مساك الله بالخير مساكم بالخير والنور حياكم الله الله حياك نورتنا نتحدث بداية أستاذ ناصر عن هذه المشاركة وأيضا هذه المسابقة والمنافسة الكبيرة في بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك في نسختها الحادية عشر لو تكلمنا أيضا عن أنواع الأسماك التي قاموا بصيدها المتسابقين في هذه النسخة ما شاء الله طبعا أول شيء رحب فيكم مشكورين على استضافة تسلم طبعا مش غريبة على نادي الفجيرة الدولية رياضات البحرية هذه المسابقات دائما تنظيمهم تنظيم جيد ودائما مستمرين بالنجاح الحمد لله الحمد لله ونحن طبعا شاركنا وياهم في أشياء بسيطة كمنظمين وك حكما يعني أو حكام على بعض الأسماك الحمد لله البطولة ناجحة والبطولة جيدة وفيها مشاركين الحمد لله يعني على مستوى وأما الأسماك فالحمد لله يابوا من جميع الأسماك اللي هي المارينة والشسمة هذه اللي نحن نسميها عندنا اللي هي العنبرة والعنفلوس الشنعد ماشاء الله اليدر من كل أسماك حتى القديابو ما قصروا الجماعة ماشاء الله إليه طيب يعني أستاذ ناصر أنت قلت هي مسابقة ومنافسة كانت بالفعل متميزة لكن شو أكثر شي لفت أو جذب انتباهك في هذه النسخة والله لفت انتباهي أشياء كثيرة أولا مشاركة أطفال في المسابقة ثانيا مشاركة العنصر النسائي مواطنات من دولة الإمارات ما شاء الله وفازن في المسابقة بعد أيضا مشاركين من إمارة الفجيرة وهذا يعني الشي يدل على أن المسابقة ناجحة صحيح أن المشاركين كانوا كعنصر نسائي أو مشاركين من أبناء الفجيرة فهذا يدل على أن إن شاء الله في المسابقات الياية أو البطولة الياية إن شاء الله يشاركوا الأكثر إن شاء الله من إمارتنا الفجيرة وهذا شي جميل يعني وإحنا نتمنى الشباب يشاركوا يعني صراحة ليش غايبين أكثر الناس غايبين على المشاركة ما أدري ولكن نتمنى لهم إن شاء الله يكونوا يعني هالمرة السيدات غلبوهم السيدات فازوا بعد ما شاء الله فازوا السيدات ما شاء الله عليهم يعني دائما مشاركات ما شاء الله في كل البطولات اللي أتابعهم في أبوظبي وفي دبي يشاركوا ما شاء الله عليهم فنتمنى الشباب من البجيرة أيضا يكونوا فريق يعني بعد ويكونوا من الضمن المسابقين ما فيها شي يعني أكيد يعني أستاذ ناصر رح يتشجعون إذا ما ذكرت كل نسخة تكون مميزة مميزة أكثر عن اللي قبلها إلى جانب أن إمارة البجيرة وجهة بحرية مميزة لصيد الأسماك وأيضا تجربة فريدة برأيك لماذا شوفي في البجيرة البحر مفتوح وفي جميع أنواع الأسماك يعني مميزة ما في خور أخوار ما في جزر ما في شي هذا بحر مفتوح فكل سمكة مهاجرة لازم تمر على البجيرة مثلا سمكة اليدر العنبر الخيل جميع أنواع الأسماك لازم تمر بإمارة البجيرة لأن أسماك مهاجرة وعلى المحيطات وعلى فهذه هي الوجهة اللي الناس كلها إتي إمارة البجيرة بهذه الأسباب يعني ما في مثلا منطقة مثل أقول لك أبوظابي دبي هذا على الخليج العربي هناك في جزر وفي هذا وما في أنواع الأسماك مثلا عندنا موجود اليدر هناك موش موجود ما تمر عليهم اليدر القباب ما تمر عليهم احنا عندنا هنا موجود العنف الوص يمكن احتمال شي ولا ما شي بعد عندهم عندنا احنا موجود ليش بحر مفتوح فكل اسمك مهاجرة تمر بهذا البحر والحمد لله يعني الناس دائما محبين لبحر البجيرة صحيح يعني أستاذ ناصر ما شاء الله ذكرت أغلب الأنواع الموجودة في مياه بحر البجيرة لكن لو نتحدث عن الأوقات والمواسم الخاصة بصيد الأسماك وهل تتعلق أيضا ببعض نقول العوامل الموسمية في الإمارة نعم تتعلق لأن شوفي في موسم مثلا في الصيف يتي مثلا الجيدر القبار العنفلوس الأسماك هذه السطحية تكون متواجدة في الصيف لأن الجو يكون حار في الشتة لا في الشتة تختلف أنواع ثانية مثل العومة الجاشع البرية الكوفر الصال لأن في الصيف البحر عكسي مثلا في الصيف يكون داخل أبرد في الأعماق السمك يهاجر فيقل مثلا السمك اللي عندنا الكوفر والصال والأسماك هذه تقل من البر تبتعد للبرودة في الشتة يتغير تكون هنا أبرد في البر وفي داخل البحر يكون أحر فالسمك الشعري والكوفر يتي في البر أما في الشتة في الصيف القباب والييدر وهذه الأسماك المهاجرة يعني حسب الفصول حسب الفصول طيب أستاذ ناصر كونك شخص عند هذه الخبرة والبعض طويل في موضوع الصيد والرحلات الصيد البحرية موقف بالفعل الثرفيك أو يعني موازان موجود في الذاكرة والله موقف أنا ما أنسى هذا كنا صغار نحن ودائما ننصب شباك ليخ يعني ما يكون ثلاثين متر أو أربعين متر نقعد فمره ناصبينا ونزخ فيه سمك صغار يوما الأيام رحنا طبعا قبل ما فيه ما نقدر نروح في قارب أو شيء كنا نروح في تيوب سيارة هذا نترسه هواء تروحوا في البحر ونذكر علينا نروح فيه تقريبا ما يقارب مئة متر بس عن الشاطئ يعني ما نروح داخل فمره رحنا شفنا اسمك كبيرة خفنا ورجعنا كنا صغار 14-13 سنة 12 سنة الشباب أولاد صغار رجعنا رجعنا أيو شباب كبار الله يرحم هيك العبد الرحمن وفي معاه شخص فأيو قلنا لهم تذى تذى الموضوع فراحوا يوم راحوا وشابوا سمكة كبيرة فعلا المهم ما قدروا يسحبونها فيجبنا حبل وسحبنا لما سحبنا حصلنا سمكة القرش اللي هو الريور الكبير ناشف يعني فيه مئة متر طب عن الشاطئ فجبنا احنا وجبنا وجاء الله يرحم صعيد عبيد الكندي والد نوخذ السالم مسعود وقصصه واللحم قال أنا ما بيه أنا بأخذ الكبد لأن الكبد هذا يعملو يعملو صل حق الشواحيف الخشب كان يدهنون بالخشب يوم يكون الصيف خلاص ما في صيد يودوه نفوق فيدهنون بهذا الصل عشان لما ينزلوه بعدين ما يسوي ماء لأن أول ما كان في بوكسي أو شي يعني يلصق الخشب كل كلفات وصل فيأخذوا الكبد خذ الكبد عندنا ويروحوا يطبخوها بنار لما تستوي ويدهنون الخشب أما اللحم شلينا وزعنا على الفريق هذا الموقف ما أنسى يعني تذكروا في شباب اللي وياي كانوا يذكرون بالخير يذكروني من قريبة وقد ذكروني بالأشياء هذه هذا الموقف فيه مواقف لكن الموقف ما ينسى صراحة ما نسيتها رغم أنك صار لفترات سنين ما شاء الله سنين بداية الثمانينات أو تقريبا آخر السبعينات بداية الثمانينات ما شاء الله يطيك الصحة والعافية يعني أستاذ ناصر نحن قاعدين نتكلم عن الذكريات والماضي الجميل لو نتحدث عن العادات والتقاليد الجديمة اللي تتعلق بالصيد البحري وبالصيادين في دولة الإمارات شو العادات اللي ما زالت مستمرة والعادات اللي أنت أيضا متمسك فيها في رحلات الصيد البحري شوف العادات هذه كانت أول الآن شوفي الآن العادات اللي بقت في الصيد اللي هي الضغة اللي هي الصيد العومة والجاشع هذه بقى من بعدها موجودة ما اختلفت إلا القوارب كانت أول قوارب خشبية واختلفت إلى فيبر هذه بعدها موجودة يعني والشباب مارسين يعني من جيل لجيل كل واحد يرث أرث يعني ويستمر فيه أما الشي الجديد اللي طاح فيه يعني أشياء الناس الآن الشباب يقوموا يفتحوا المواقع ويفتحوا هذا والمواقع الخارجية ويطالعوا طريقة الصيد وقاعدين يقلدوا في الأشياء هذه والحمد لله نجحت نجحت أشياء وايد نجحت يعني في الصيد اليدر في الصيد العنبرة وصيد الخيل هذا نجحت يعني في أشياء كثيرة يعني فالشباب الآن قاعدين ينبشوا مثل ما يقولون ويفتحوا في المواقع ويدورون على أشياء يديده ويشوفوا الأشياء اليديدة التي يطرح ويقلدوها أما الاستمرار في التراث فهي الضغوة بعدها صحيح والصيد العوم الحمد لله يعني في أشياء موجودة نسمون قلت لا وانع من التطور أكيد والبحث عن أساليب صيد يديدة بس فيه فيه قديم يعني بعده موجود الحمد لله ما دثر الحمد لله صحيح الحمد لله طيب أستاذ ناصر نتحدث عن طعم السمك هل يعتمد على حجم الأسماك ونوعية الأسماك ولا ممكن استخدام طعم واحد للصيد البحري لا في عدة طعم يعني في أول إذا أنت تبي تنزل حق أنواع الأسماك مثلا الصال الكوفر هذا النوع أنواع بسيطة يعني اللي هي البرية هذه العومة أو النغر اللي هو شسم الدغس الصغير أو هذه الأسماك أما إذا بتتجي الأسماك الثانية الكبيرة كالييدر اليريور الأسماك هذه العوال هذه لها طعم بعد آخر يعني كدر تتكبر الطعم لازم يكون يعني حجمه أكبر حجمه يكون أكبر كذا في اللي يقدر الآن مثل ما قلت أنا سابقا أن في طريقة ثانية تأخذولها أول كانوا بالتشخيط اللي هو الصناعي يختخت الآن شو يأخذوا لها السمك الحي الحين الصجي إيه يعني السمك الصغير هذا يصيدون حي ويخلوه في القارب حي ما يموت لما يصير هناك يصيدونه يعقوا بالطريقة الحي وفي أيضا والآن طريقة بعد أخرى ثانية طريقة اللي يابوه من برع بعد في طرق ثانية يعني في أشياء بدوا يمشوا فيها أو بدوا تتغير الشيء أيوه بس أول نفس المتبعين اللي هو الصال الشعري الكوفر الأسماك القوع هذي يصيدونه بالبرية بالعومة بهاي طريقتها صحيح طيب أستاذ ناصر البعض يرى أن الصيد أنه حظ والبعض يرى أنه مهارات من وجهة نظرك ومن خلال خبرتك في رحلات الصيد البحري هل هي مهارة أو ممكن بعض الأحيان تكون حظ لا هذي مهارة مش حظ مهارة مش حظ حظ باللي يروح أول يوم ممكن تنشب عنده سمك اتبع أما الصيد الصيد بالمهارة بالمهارة بالخبرة بهذه هذه الصيد ما في صيد سيء اسمه بالحظ لو بالحظ كل واحد راح وصاد لكن الخبرة أهم شيء بالمهارة والمارسة المستمرة هذه الصيد أهم شيء أنك بالخبرة يعطيك العافية أكيد أستاذ ناصر وساعدنا بهذا اللقاء المميز ونثمن لك التوفيق في كل رحلات الصيد وفي كل المسابقات وأيضا المنافسات التي تشارك فيها كل الشكر لك أنه خذ الأستاذ ناصر خلفان الكندي شكرا ويعطيك العافية مشكورين وزاكم على استضافة حياك شكرا لك شاهدين وصلنا نهاية حلقتنا لليوم تريونا باتشر بإذن الله والقاني الجدد معكم ماضي عديدة وضيوف مميزين ونذكركم تقدروا تتابعونا عبر صفحات تلفزيون الفجيرة في أساءل التواصل الاجتماعي المختلفة ومتابعة أيضا البث المباشر عبر تطبيق تلفزيون الفجيرة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة